قبل أيام قليلة خرج وزير الدفاع الإسرائيلي يو أف جالنت في تصريحات صحفية شهيرة وصف فيها سكان غزة من الفلسطينيين بأنهم مجموعة من الحيوانات البشرية التي توجب صحقها في أي نظام محترم في العالم كانت هذه التصريحات من المرة الأولى سوف توصف بأنها تصريحات عنصرية بل وسيتم الإطاحة بقائلها في أبسط رد فعل لكن المثير للدهشة أن احنا لقينا دوائر الإعلام والسياسة الغربية اللي المفروض يعني تعني بالديمقراطية وحقوق الإنسان لقيناها بتقول لنا أن إسرائيل هي واحد وجنت الديمقراطية في الشرق الأوسط وأن إسرائيل لا تبادر أبدا بالعنف وأنها فقط ملزمة بالدفاع عن نفسها ورد الفعل وأن الإسرائيليين ضحايا وأن يا حرام يعني الفلسطينيين هم اللي بادروا وبدأوا بالهجوم وهم من يستحقوا العقاب بل ولقينا حتى وزير القوات المسلحة البريطانية ووزير الخارجية الأمريكي بيبشرون بهجوم صاحب قادم منتظر على قطاع غزة وأن هذا الهجوم يهدف إلى استقصال حماس وما خدوش بالهم كده من شوية أن هذا الاستقصال أدى إلى مقتل 3000 ولسه العملية الكبرى لم تطلق حتى الآن وإحنا هنمشي وراء الدعاية الغربية التي تعج بها كل وسائل الإعلام في العالم وهنحاول من خلال وسائل الإعلام غربية مش من خلالنا إحنا ومن خلال مصادرنا إن إحنا نثبت طبعا بالدليل القاطع أن إسرائيل دولة مسالمة ولا تبادر بالعنف إلا عندما يمارس ضدها وأنها لم تفعل شيئا يستحق على الإطلاق غضب الفلسطينيين بنقسين يعني المتوحشين نبدأ منين؟ نبدأ منين؟ نبدأ من البي بي سي شمعنى البي بي سي يعني؟ بمناسبة أن البي بي سي النسخة الإنجليزية أو الدولية منها كانت مستضيفة السفير الفلسطيني في بريطانيا وبيحاول المزيع يحاول يستدرجه أنه يدين حركة حماس يدين بنقسين الإرهاب يدين العنف ضد المدنيين الإسرائيليين إحنا هنرجع للبي بي سي نفسها في وثائقي نشرته في النسخة العربية من كم سنة واسمه العمل من أجل العدو وهنستحضر قصة هنا مهمة جدا لفتاة فلسطينية من سكان قطاع غزة اسمها خلود السعيدني خلود زي أي أم بتراعي بناتها لاتنين وكل اللي بتحلم به إن هي عيشة بسيطة هادية وإن هي كمان تتعالج خلود كان مرضها للأسف الشديد مرض عضال وهو السرطان وزي ما احنا عارفين إن مستشفيات قطاع غزة غير مجهزة بأي وسائل كانت لمعالجة حالة خلود فقدرت إنها تحصل على ترخيص للعلاج في إحدى المستشفيات الموجودة في القدس والحمد لله هتبدأ تاخد علاجها راح تتعدي من معبر إيرتس الخاضع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ولسه هتركب البص عشان تروح المستشفى هي والدتها سلوى وفجأة استوقفها جنود الاحتلال تعال يا سلوى عايزينك وتعالي برضو يا خلود عايزين كنتوا لتنين في كلمتين نبدأ بخلود بص يا خلود احنا هنسمحلك إن انت تتلقى العلاج من المرض المميت اللي انت بتتعالج منه تحت شرط واحد هنسألك ونخليك كده من غير ما نقولك مرشدة على أهلك وناسك في القطاع طب إيه السؤال؟ احنا شكين إن حد من قريبك بيزرع سواريخ لصالح حماس قالت له أنا ما عرفش كل اللي عرفه إن مزارع زيتون وانا سيدة تعبانة وكل اللي أنا عايزة إن أخب جلسات الكيماوي بتاعتي رد عليها الجند الإسرائيلي وقال لها دي مقابل دي حياتك مقابل إرشادك وهي لكان عندها معلومات ولو كان عندها مستحيل تقدش عبها رد الفعل الإسرائيلي إيه؟ ارجعي تاني على غزة لانت تتلقي علاج يهديك ويرضيك وأنا بموت الأم بتتكلم بنتي هتموت منظر الأطفال الصغيرين لم يستفز الجندي وبعد ثلاث أسابيع بالضبط خلود كانت في ذمة الله خلود ماتت وهي بتعاني من السرطان وحرمت من العلاج الكيماوي من قبل أعظم جيش في العالم يطبق حقوق الإنسان ليه؟ لأنها فقط طلبت بحقها ولم تقبل أبدا بخضوها لعملية ابتزاز بالمناسبة كمان خلود مش الحالة الوحيدة في قطاع غزة 40% من المصابين بالسرطان داخل القطاع لا يتمكنوا من طلق العلاج المناسب لهم في المستشفيات الموجودة في الجانب الإسرائيلي واللي هي بالمناسبة من حقهم لأن سلطة الاحتلال ضموجة بالأعراف والقوانين الدولية ملزمة بتوفير كل سبل المعيشة للسكان الخاضعين لسيطرته خلود ماتت ومئات تانيين ماتوا والبي بي سي نفسها وثقت القصة لكن طبعا هذه القصة لم تجد آذان صاغية في العالم مجرد قصة تحطك كده في وثائقي وتاهد وبرضه أعتقد وقتها البي بي سي ما جابتش السفير الإسرائيلي في بريطانيا وقعادته قدامها وسألته إيه رأيك في اللي تقال ليه قتلتوا من ناس دي لأنهم بيطلبوا بعلاج وإيه ما صير ألوف غير خلود منتظرين علاجهم وليه بتحاولوا تدلوهم وتكسروا هامتهم ورقبتهم مقابل أن انتوا تشغلوهم مرشدين وطبعا مفيش وسائل إعلام عالمية انتفضت وطلبت بحق أخلود والألوف اللي زي أخلود ليه لأن تمن الفلسطيني رخيص ومش بس خلود هنسيبنا من البي بي سي وهنروح لكتاب اسمه الحرية في المرة القادمة للصحف الاستقصائي الأسترالي الشهير جون بيليجر جون كان بيحكي في فصل من فصول كتابه عن قصة زوجين فلسطينيين فاطمة وناصر ناصر زيه زي 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي قضى سنتين وبعدين خرج نفسه يخلف لكن الأمور عكسته شوية هو والسيدة فاطمة فلجأوا لبعض العلاجات من أجل رفع مستوى الخصوبة والحمد لله فاطمة أصبحت حامل فكان لازم ياخدها ويوديها المستشفى عشان يتابع معاها الحمل ما كانوش بيسمحوله وبعد كده فضلت قعدة في بيتها والحمد لله ربنا يسر الأمور وجات ساعة الطلق خدها على طول في عربية واحد صاحبه كانت معدة لنقل الدجاج وعربية غير أدمية لكن دي اللي كانت في طريقه خد مراته وهم بيعدوا المعبر وقفهم الجنود الإسرائيليين قالوا لهم لا والله انت ورقكو ناقص مش هتعدوا يا عم مراتي بتموت محتاج علاج لازم نروح المستشفى ونخليها تولد رد الفعل أمن الجند الإسرائيلي انه وقف التاريق عليها وقل لها شوف انت جسمك تخيني ازاي والحل برضو مش هتروح ارجع تاني على بيتك رجع وقال هحاول مرة تانية بس المرة دي خد عربية سيارة تاكسي وقرر انه يعد من المعبر برضو الجنود الإسرائيليين وقفوا قصاده وقالوا له مش هتعدي وواحد فيهم وقف يتريق على السيدة فاطمة وقعد يعمل حركات يعني انه هو بيقلد مرحلة الوضع والولادة وفي الآخر فاطمة ولدت في العربية وقطع الحبل السري لابنها وكان الولد في حالة اعياء شديد ويريت حتى جنود الاحتلال الاسرائيلي سمحوا لهم يرجعوا بيتهم لا كانت الدنيا سقيع وخلوهم في عربيتهم محبوسين هم وابنهم لغاية ما ابنهم بعد سبع ساعات من البرودة الشديدة فارق الحياة فاطمة وناصر خدوا الطفل الصغير ودفنوه بعد ما دولوا اسم سلطان قوات الاحتلال الاسرائيلي الانسانية للغاية بتبتز الناس على المعابر وتقتلهم بعد ما تحرمهم من العلاج بتقتلهم مرة تانية وبتقتل اطفالهم وبتخليهم يشوفوا الموت الف مرة وهم بس بيطلبوا ان هم ينجيبوا روح جديدة الى هذه الدنيا ده بالزبط القواعد الانسانية اللي بتشتغل بيها قوات ما يسمى جيش الدفاع الاسرائيلي طب الرواية اللي موجودة في كتاب جون بيليجر هل وجدت اي صدى بالتأكيد برضو لا لان تمن الفلسطيني في الميديا الغربية رخيص واخر ان هو يستخبى في حكايات موجودة في دفاتر كتب لا تبع غالبا بنسبة كبيرة لان القارئ الغربي لا يحب الا حكايات الضحية الاسرائيلية طب احنا هنسيبنا بس من القصتين دول ونروح لقصة تانية بترجع قبل ذلك التاريخ بواحد واربعين سنة تحديدا يونيا سنة الف تسعمية اتنين وتمانين في اليوم ده وقف رئيس الوزراء الاسرائيلي مناح بيجن امام الكنيسة وهو يعلن بدء ما يسمى عملية سلام الجليل بهدف احتلال لبنان والعاصمة اللبنانية تحديدا بيروت لاخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية منها قبل ما يقف قدام الصحفيين كان افجادور بنجال وهو قائد قواته التي غزت لبنان قام بعمليات قصف واستهداف مروعة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين فبعض الصحفيين المستقلين من دوائر غربية توجهوا بالسؤال لمناح بيجن وقالوله ليه بتقصف المدنيين وانت بنقصين بتعلم يعني ان هدفك الاساسي هو العسكريين الفلسطينيين الذين يقاتلون ضد اسرائيل تخيل بقى رد مناح بيجن هو بيديهم محاضرة ساخرة ومستهزئة بكل ما يقولون قال لهم هم الفلسطينيين يعني او المدنيين الفلسطينيين يحلووا فعنيكم احنا طول عمرنا بنعتبر ان المدنيين يأول ارهابيين وان المدنيين ليسوا الا هدف مشروع لقوات الدفاع الاسرائيلي وقال لهم كمان هوانتوا ناسيين يعني ان احنا هجرنا مليون ونصف المليون مواطن مصري من على ضف يطيق قناة السويس واحنا في ايام حرب سبعة وستين طب ليه دي الوقت زعلانين ايوة هنستهدف المدنيين الكلام ده موجود بالمناسبة في كتاب الصحف البريطاني الشهير باتريكسيل والكتاب اسمه الاسد الصراع من اجل الشرق الاوسط وباتريكسيل الذي توفي في 2014 ما كانش مجرد صحفي بس لكن كان عنده علاقات وازنة بزعماء دول هذه المنطقة للدرجة اللي بتخلي الدوائر الاستخباراتية الغربية تستنى كتبه عشان تكتب هو قابل مين وتكلم مع مين ومين قال ايه وهذا وصقه باتريكسيل وهيوثق بعد كده ان الاستجابة من الجنود الاسرائيليين للخطاب الساخر من مناح البيجن بحق الفلسطينيين هذه الاستجابة كانت مدهشة في خلال اسبوعين بس قصفوا المخيمات الفلسطينية وقتلوا 19 الف فلسطيني ولبناني ده كان نتيجة للخطاب الساخر فقط من المدنيين ويا ريتها هتقف عند كده زي ما احنا متفقين طبعا وفقا للرواية الغربية ان اسرائيل لما ترد بتستهدف المقاتلين بس وده هيتأكد لنا شوية في 16 سبتمبر 1982 بس في 14 سبتمبر لازم كده نرجع بالتاريخ شوية ونتذكر ان هذا هو اليوم الذي اغتيل فيه الرئيس اللبناني بشير الجميل وبشير الجميل كان موقع اتفاق بالتحديد في مايو اتفاق تطبيع مع الاسرائيليين وهذا الاتفاق لم يعجب كل فصائل المقاومة اللبنانية والذين نفزوا يعني عملية اغتيال بحق هذا الرئيس المطبع طب اللبنانيين او القوات والكتائب وهي الميليشيات المتطرفة التابعة للقوات المارونية او التابعة للمارون المسيحيين كانوا عايزين يردوا نستهدف مين نستهدف مين رفائل اتان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي اجتمع مع إليح بيئة ممثل الكتائب والقوات اللبنانية وكذلك مارون مشعلاني وقال لهم عايزين تنتقموا انتقموا من مين من سكان المخيمات الفلسطينية بس عايزي نقف معك وقولك كلمة واحدة فقط ان قبل هذا التاريخ موفد الرئيس الامريكي الى الشرق الاوسط والى لبنان تحديدا واسمه موريس دريبر اكد للاسرائيليين بما لا يدع مجالا للشك ان هذه المخيمات لا يوجد فيها عسكري مسلح واحد وان كل المسلحين اما انهم القوا اسلحتهم او غادروا مع ياسر عرفات الى تونس ولا يوجد في هذه المخيمات سوى مدنيين والاسرائيليون كانوا يعلمون مقدما ان سكان المخيمات الفلسطينية غير مقاتلين لكن رفائل ايتان رئيس الاركان بتعليمات من ارييل شارون وزير الدفاع كان مصمم انه يقتل المدنيين الفلسطينيين لمجرد القتل وفقط وبالفعل يوم 16 اي بعد يومين من اغتيال بشير الجميل اللي حصل كان مروع دخل اكتر من 600 من عناصر القوات والكتائب اللبنانية الى مخيم صبرة وشتيلة بغطاء جوي اسرائيلي اسرائيل نورت السماء بالقنابل الفسفورية لصالح الكتائب اللبنانية اسرائيل امدتهم بالخرائط عن كل بيت وسكانه اسرائيل مهدت لهم الطرقات وحصرت المخيم وقطعت كل وسائل المواصلات اسرائيل قطع الكهرباء وقطعت الماء وكانت بتنتظر فقط عدد القتل الذين سوف يطيح بهم الكتائب اللبنانية وعناصرها 36 ساعة من القتل وارئيل شارون كان يقف على العدد بالتفصيل وبنفسه و3600 مدني فلسطيني امرأة وشيخ وشاب ورجل وطفل قتلوا وبقرة بطنهم وسادت حالة من الرغب لما لقوا الصبح عشرات ومئات الجثس ملقاة في الشوارع وكانت حتى ريحتها من النتن بمكان انهم كانوا بيرشوا عليها مواد عزلة عشان ما تنقلش الامراض في الجو وتخرج منها وتتصرب الى خارج المخيم وقتها ارئيل شارون ما كانش عنده اي مشكلة انه يقتل 3600 مدني بلا ذنب وانه يمارس اقصى درجات التضليل للمجتمع الدولي وساعتها مورس دريبر بالمناسبة موفد الادارة الامريكية راح قبل شارون وقال له عار عليك ما فعلته انت المسؤول لكن هل يا ترى حسب شارون امام حاكم الجنايات الدولية هل يا ترى استدعت القيادات الاسرائيلية ونددت بها في وسائل الاعلام هل المجتمع الدولي خد اي رد فعل بتصنيف اسرائيل كدولة ارهابية توجبت مقاطعتها لا 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 في ثواني كده الاسرائيليين حابوا يرادوا الامريكان فصحبوا شارون من وزارة الدفاع وبعد كم سنة هيصبح رئيس وزراء اسرائيل ده المدني الاسرائيلي الطيب الغلبان والجندي الاسرائيلي الذي يلتزم بابسط مبادئ حقوق الانسان وده بالظبط اللي احنا بنشوفه في افعلهم في تصريحاتهم القتل ولا شيء غير القتل وده مش كلامنا احنا ده كلام وسائل الاعلام الغربية من البي بي سي لمؤلفين براد بريطانيين لصحفيين فرنسيين لصحفيين استراليين لمسؤولين امريكيين نفسهم زي موريس دريبر طب ليه يا ترى كل هذه الاشياء لم تأخذ حقها في وسائل الاعلام ما هو منطق الاشياء بيقول ان المجرمين اللي نفذوا عمليات القتل دي واللي قتل اولوف مؤلفة من البشر في مذابح جماعية او ان هم يعني منعوا الناس من تلقي العلاج حتى موتهم او ان هم كانوا السبب في موت طفل بريء ليه الناس دي ما بتلاقيش ضجة في وسائل الاعلام ضدها ببساطة جديدة لان وسائل الاعلام الغربية لا تكتفي الا بذكر الفلسطيني كده في سطر عابر من باب ابراء الذمة ومن باب ان احنا حياديين وموضوعيين سطر يتكتب عن جريمة لاحقت بفلسطيني والف مليون مجلد وكتاب يتكتب عن بل قسين يعني الجرائم التي ترتكب في حق الاسرائيليين دون اعتبار لان الاسرائيليين هنا هم الفعل ثم الفعل ثم الفعل وان الفلسطيني لما يجد ويتعب ويقاوم بيمسكوه من رقابته ويقدي ورجليه يقول له الحى انت ارهابي ولابد من القضاء عليك الايرلنديين لما كفحوا في السبعينات لغاية سنة 1999 ضد الاحتلال البريطاني لبلدهم كانوا بيوصفوا انهم مقاتلين حرية الاسكتلنديين مقاتلين حرية كل شعب بيكافح من اجل استقلال ومقاتل حرية الا الفلسطيني الفلسطيني تحط بالنسبة للعالم في خانة المستباح دورك في هذه التمثيلية الدولية ان انت تفضل تتضرب وتتضرب تتقتل وتتقتل وتموت وتتدفن وده اللي احنا عايزينه منك بس لا يحق لك حتى الصراخ والعوين وتقول الحقون يا عالم لا يحق لك انك تمسك البرودة بتاعتك وتقاوم ولو عملت كده هنسيب كل الافعال الشنيعة التي ارتكبها الاسرائيليون فحقق ونمسكك ونقولك ارهابي حيوان بشري اقتلوا بس بالمناسبة ده مش مستغرب يعني عن الاعلام الغربي وعن السياسة الغربية لما الاسرائيليين وصفوا الفلسطينيين بحيوانات بشرية بالمناسبة هم لم يفعلوا شيء اكتر من الاستدعاء من النموذج الغربي ذاته لا اكثر ولا اقل باعتبر ان اسرائيل بالمناسبة هي اخر من تبقى من شواهد الخضارة المادية الليبرالية الغربية الحق الغرب اللي احتل لدول العالم كله وكان الاصل بالنسبة له هو استقصال السكان وقتلهم والتنكيل بهم ونفيهم ومحوهويتهم وتوطين اخرين مكانهم واحلال لسان محل لسان وتحويل الاوطان الى سجون جماعية للمواطنين الذين لم يقتل اسرائيل نسخة 2023 او النسخة من 1900 بنقصين يعني من لحظة تأسيسها المشؤومة على جثة الشعب الفلسطيني الى هذه اللحظة اسرائيل هي التمثيل الحق للخضارة الغربية وكل اللي بتعمله هو بس اللي ملحقش يشوف المسلسل في القرن ال 18 والقرن ال 19 والمنتصف او النصف الاول من القرن العشرين اسرائيل لم تفعل شيء جديد لما قالت ان الفلسطيني مجرد حيوان ببساطة جديدة هي عملت زي الالمان عملوه في ناميبيا بحق قبائل الهريرو والنامة لما وصفوا السكان المحليين بانهم مجموعة من الحيوانات من سنة 1898 لغاية سنة 1904 والنتيجة لانهم شايفين الافرقى حيوانات قتلوا 75% من شعب ناميبيا في اول ابادة ارتكبت في العالم برضو بالمناسبة بيقلدوا الاسبان لما قتلوا سنة 1896 ربعمائة الف كوبي في معسكرات اعتقال لما بيخططوا ان هم يحولوا غزة الى سجن اكبر من السجن اللي هم يحولوا لها وانهم يقطوا عنها المية والكهرباء والاكل والشرب والدوى فهم بيعملوا بالزبط بالمناسبة زي البريطانيين عملوا سنة 1902 في جنوب افريقيا بحق البوير لما قتلوا منهم 28000 منهم 10,000 طفل في معسكرات اعتقال جماعي لما عملوا برضو البريطانيين في حق ثوار الماوماو الكينيين في معسكرات اعتقال في خمسينات القرن الماضي وقتلوا منهم 50,000 بعد تجوعهم وامراضهم الاسرائيليين بيتصرفوا بالزبط على مزورة النموذج الغربي اقتل واقتل وهجر واستوطن ثم اقتل وكذب وستجد في النهاية وسائل اعلام تروج ليك دايما باعتبارك الضحية باعتبارك واحدة الديمقراطية وصدق الغربيون في وصف اسرائيل بانها ديمقراطية لكن ديمقراطية على النموذج الغربي بالملي الحرية لينا والشعوبنا والرفاه لينا والشعوبنا والقتل للاخرين اللي بنصنفهم دايما كحيوانات بيركو نسا في كتابه الشهير كيف تقتل بضمير مرتاح كان بيوصف عشرات النمازج عشرات النمازج اللي بيحاول يثبت من خلالها لماذا يقتل الانسان الانساني ووجد ان القاسم المشترك ان القاتل دايما بيبصل ضحيته انه حيوان الهوتو في رواندا بصوا للتوتسي انهم مجموعة من الخنازير وجب قتلهم اليابانيين وهم بيقتلوا الصينيين في نان كينجي كانوا شايفينهم مجموعة من الصراصير وجب قتلهم وهكذا صراعات تبدأ من اول ما تنزع الانسانية من الضحية وتحولوا لحيوان ومين فينا بيندم لما يقتل حيوان في الايام الجاية الاسرائيليين بيجهزوا لمجزرة ضخمة بحق قطاع غزة وبحق الفلسطينيين المدنيين لغاية دلوقتي قتل ما يقارب من 3000 مدني فلسطين قصفت المشافي والمساجد ودور الإنقاذ والرعاية قتل العزل الشباب والشيوخ والكهول والنساء أبيدت عائلات بأكملها قتل أكتر من 400 طفل بالمناسبة من سنة 2001 من لحظة مقتل محمد الضرة إلى هذه اللحظة قتل على يد القوات الإسرائيلية الإنسانية بالطبع 2333 طفل فلسطيني دون 18 سنة ومن يسأل عن حقهم لا أحد حتى الآن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها يحرم سكان قطاع غزة في إطار عقاب جماعي قاسي من كل مصادر المعيشة اللائقة من المياه والكهرباء وحتى التواصل مع العالم من خلال الإنترنت من الذي يفعل ذلك؟ إسرائيل إسرائيل التي توصف بأنها واحدة الديمقراطية المجزرة الضخمة التي يجهز لها الإسرائيليون تتم برعاية أمريكية وغطاء دبلوماسي بدأ وزير الخارجية أنتوني بلينكين وهو بيلف على دول الشرق الأوسط يحاول يعني يفهمهم وجهة النظر الأمريكية ليه يا جماعة بس الإسرائيليين دخلين كده يبيضوا الفلسطينيين والمتوقع يعني وللأسف الشديد إن بيانات العرب تكون أقوى بشوية من الإدانة لكنها لم تتجاوز ذلك إلى حد هذه اللخزة أتذكر أن إحدى السيدات الفلسطينيات عندما دمر مخيم صبرة وشتيلة وقتل أكثر من 3000 من سكانه كانت بتصرخ وتقول وينكم يا عرب تصرخ وهي ملطخة بالدماء أمام كل كاميرات الصحفيين والسؤال يعيد نفسه مرة أخرى وينكم يا عرب وينكم يا عرب وينكم مما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار والإدانة وينك حتى يا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباسة أبو مازن السيدة أبو مازن من باب الاستغراب يعني كان مشغول خلال الأيام الماضية بإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة باعتبارها لا تمثل أبدا الشعب الفلسطيني فيما يتقاطع النسبيا مع الخطاب الغربي بأن المقاومة هي المسؤولة عما قالت إليه الأوضاع في قطاع غزة طبعا تاريخ أبو مازن النضالي تاريخ لابد من التذكرة به عشان نثبت أن هو الممثل الشرعي الوحيد أنه الرجل القوي القادر على حماية المصالح الفلسطينية الحق بالطبع ماذا فعل أبو مازن؟ أممكن نرجع كده بالتاريخ لسنة 1993 وبالتحديد بعد توقيع اتفاق أسله لما بدأت اجتماعات بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين بشكل سري كان يمثل الجانب الفلسطيني السيد أبو مازن ومن الجانب الإسرائيلي كان نائب وزير الخارجية وهو أيضا عضو بارس في حزب العمل وهو السيد يوسي بيلن آه اجتمعوا عشان إيه يعني؟ اجتمعوا عشان مسألة رئيسية جدا شكل الدولة الفلسطينية الجديدة والأهم معاصمتها اللي هي القدس الإسرائيليين طلعوا طبعا بمخطط شيطان لطيف جدا يعني إنهم هيوسعوا الحدود الإدارية لمدينة القدس التاريخية اللي احنا نعرفها واللي الجغرافيا والتاريخ حفظينها صم وهيضيفوا إليها كده بعض القرى على الحدود وهي قرى أبو ديس والعزرية وسلوان وشعفات وبعدين هيسموا القرى دي باسم القدس بالإنجليش A-L-Q-U-D-S والقدس الجديدة دي هياخدوها يدوها للفلسطينيين ويقولونهم أهلا وسهلا بقاليكم دولة هي وعاصمتها القدس زي ما كده ما تجيب مثلا محافظة بورسعيد وتسميها دميات تجيب اسكندرية وتسميها القاهرة نجيب حتة كده لقيطة لا تنتمي إلى مدينة القدس ونسبة القدس كده عادي يعني إنما القدس التاريخية اللي هي جيروزليم أورشاليم سوف تظل عاصمة إسرائيل كان متوقع طبعا يعني أن السيد أبو مازن ينتفض يقول لا وطني وأرضي ومجتمعي والناس لكن الصراحة الراجل يعني وفقا للمصادر اللي هتلاقيها عندك تحت في صندوق الوصف قبل وعرف هذا الاتفاق السري الذي لم ينفذ وقتها يعني باتفاق أبو عباس بيلن أجريمنت وطبعا ده الاتفاق اللي هيبقى نوال صفقة القرن سنة 2017 وينك يا أبو مازن وين دورك كرئيس للسلطة الفلسطينية توجب عليك حماية شعبك مهما كان في الضفة وغزة وفي الشتات وينك لا يوجد لا أثر لا أثر لشيء سوانة ليه إحنا تكلمنا عن كل القصص دي لأنها قصة الإنسان الفلسطيني العادي الإنسان اللي كتب عليه الموت في السلم قبل الحرب في الهدنة قبل السلاح هذا الإنسان يتعرض لانتهاكات يومية مستمرة تقهد أطفاله وتقتله بالمرض بالبطيء بالألوف بعشرات الألوف ولا يدري عنه العالم وهم دول الواجب التذكير بهم جنبا إلى جنب مع ضحايا المجزرة الإسرائيلية في غزة حتى لا يتوهم العالم زورا وعدوانا بأن هي حرب متكافئة بين معسكرين يقتل أحدهم الآخر والثاني يرد الله لم تكن يوما على الإطلاق هي حرب إبادة ممنهجة ضد الوجود الفلسطيني من سنة 1948 إلى يومنا هذا وهذه القصص الموجودة في وسائل إعلام غربية وغيرها بالمئات بل والألوف في وسائلنا نحن تؤكد ذلك الفلسطيني العادي مستباح من قبل الإسرائيليين ولا يجد العالم أدنى غضادة في ذلك بس إحنا هنفضل صوتهم إلى أبد الظهر مهما كممت الأفواه من وسائل التواصل الاجتماعي التي تمثل أنظمة ديمقراطية غربية مهما كتب علينا الخرص بفعل فاعلين سوف نظل صوت المقاومة وصوت الأبطال المستبسلين داخل الأراضي الفلسطينية في قطاعنا الصامد وبالنسبة لنا خلود السعيدني لم تكن يوما على الإطلاق أقل من السيدة أولجا تيموتشينكو في مدينة القرمة التي تعرضت بين قصين يعني الاحتلال الروسي سنة 2014 بالنسبة لنا فاطمة وناصر ليسوا أقل أبدا من زوجين أوكرانيين جرى تلمعهم في وسائل الإعلام الغربية باعتبرهم مناضلين حرية ضد الغزو الروسي بالنسبة لنا ضحايا صبرة وشتيلة وقانة وكل ضحية مدنية فلسطينية قتلت فيها جمات بربرية إسرائيلية ليست أقل أبدا من الضحايا الأوكران والجورجيين الذين تم تلمعهم في 2008 و2022 بالنسبة لنا أهلين المدنيين وتواقم الإسعاف والدفاع المدني المحاصرين إلى هذه اللحظة في قطاع غزة ليسوا أبدا على الإطلاق أقل من الضحايا الأوكراني الذين كانوا محاصرين في مصانع الحديد والصلب في سيفاستوبول في بدايات الحرب الروسية على أوكرانيا سنة 2022 لكن وسائل الإعلام الغربية العوراء التي لا ترى إلا بعين واحدة تمجد الأوكرانيين وبانقصين تضحياتهم وتلعن الفلسطينيين وتصفهم بالهمجيين البربريين وسوف نظل صوتهم بكل ما نمتلك حتى وإن خرست ألسنتنا حتى وإن تبخرت أجسادنا ستبقى الكلمة الأخيرة على ألسنتنا النصر لفلسطين أنا عبد الفايد كنت معاكم في الحلقة التانية عن فلسطين من بودكاست ألف باب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموه بلايك وشير وكومنت وبالتأكيد تقولولنا إيه هو المتوقع في الأيام القادمة وإيه اللي إنتوا عايزيننا نتكلم عنه في الحلقات المقبلة عن فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر